أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022 إلى 2027 يأذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك الأوروبي للسياسات والشركات مارك بومان لبحث مجالات التعاون الاستراتيجية المختلفة مع البنك الأوروبي كما تنول اللقاء التعاون بين الجانبين لتلبية أولويات الدولة التنموية والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات استنادا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث لتحول للاقتصاد الأخضر ورؤية التنمية المستدامة 2030